مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم كده فلوك كده حلو ورويكم كيف أني أبدأ حياتي وأبدأ أسبوعي كمان ممكن أوصل فكرة بسيطة اللي يعني حاب كده يقتصد وكل شي طبعا أني أخذ مصروف البيت بالأسبوع كل أسبوع يعني كل سبت أخذ مصروف بيت أجيب فيه بس أغراض البيت يعني أغراض المطبخة الطبخ والأكل وكده أكتب كل الحاجات اللي أني أطبخي بالأسبوع وروح أجيب الخضار ودعش ما تنقصنيش والدقاغ والبيض وكل حاجة هنا أخذ سيارتي مرساديس إن شاء الله يطمي سيارة مرساديس وعلى طل راح تسوق شعبي قندي فيه بكل حاجة حتى الأشياء اللي ما لاقيهاش عندي تعاملت مع واحد خلاص أرسله الصورة ورسله إليها خلاص هنا رجعت البيت طبعاً ما قداش يصور لأنه كان يوم الوقفة وكان زحم الناس خلاصة تقضي لأن المحلات تقفل المحلات كلها يقفل وللان شوفوا لهذا اليوم وليس فاتحين المحلات فأني قبت حاجات أكثر قبت حاجات زوجي يعني يزودني فلوس عشان أقب ضعف لأنه قلي بيقفلوا ما بقدرش أنزول يعني أسبوع وأنزول فقلي خديش شي دبل يعني كل أغراضيك أكتبها مرة واحدة طبعا في البيت عندي قزق صايم وقزق مش صايم لكن أنا خليتهم مرة واحدة يعني الصايمين والمش صايمين ياكلوا مرة واحدة مع الصايمين خليتهم فعملت إيش؟ قلت من السوق وعملت لهم مكرونة بالبشاميل كده قلت خلاص يعني خلاص بياكلوا مرة واحدة وقلوا خلاص يعني عشاء وفطار للصايمين وخلاص لأنه خلاص نحن نكون نقهز للعيد تعرفوا يوم العيد يوم الوقفة بعد ما تفطروا كده خلاص تروحوا اللي تبخير واللي تكون تياب واللي تقهز يعني كل واحد مشغول كده ضغط وخلاص بدأت أنا عملت لهم البشاميل الحمد لله وفطرنا وأكلنا طبعا طريقة مكرونة البشاميل موجودة أنا أعملها بالتونة لأني أحبوها عندي بالتونة ومرة بالضقة يعني أكلنا باللحمة المفرومة نحن نقول له لكن ألد حاجة يعني يعقبوهم بالتونة أنا الصراحة لديدة اللي عملي كده بالتونة كده عملي وعملي طبقة وحدة ما عمليش على طبقتين مش نحن نعمل الان نرجع نعمل المكرونة لأ أنا خلاص طبقة وحدة تقي كده خفيفة وحلوة ويعني أحلى ستقربوها أنتم عملوها وبحط لكم بصندوق الوصف الرابط اللي يوديكم طريقة المكرونة بالبشاميل وانتم شوفوا نفس الطريقة بتعملوها باللحمة المفرومة بس إن اللحمة المفرومة في بي بهارات مشكلة أو السبعة بهارات لكن التونة ما في بيش بهارات مشكلة فقط عملي في الفيل أسود وهنا شوفوا استخدمت قبنة شيدر بس للأسف هنا أنا مش لاقية الكرافت يعني القبنة شيدر حلو فأني استخدمت قبنة شيدر اسمه بندة لا بأس ما بقلوكم شو داك الحلو ما يدوبش بس يعني حلو مقبول اسمه بندة كده يقيمت للقطعة كده وصله ونحطه عندي بالتلاجة بس أعملي يعني كرونة البشاميل العريكة ممكن البيتزا كده مع المورزريلا كده من فوق بس دخلت الفرن بالعافية عليهم أكلوا واني طبعا ترقيتهم انه يعني قطفوا للملوخية لاني كون تعبانت خيلوا عندي اعمل كعك معمول يعني كعك وهم يقطفوا لي نشتي شاهي نشتي عصير اقول لكم حتى المخضبة اللي دقي تخضب مزيهم المخضبة يعني اللي تعمل حنة تنقش الحنة في اليد ترسم الحنة وكده نسميها مخضبة ومناقشة المهم زي ما تسموها اقولولي انتم مش تسموها المهم وخلاص وكده قطفوا لي يعطيهم العافية واني رح تكمل شغلي قبل ما روح كانت عمل الكعك شوفوا او المعمول انا عملت معمول او عملت لهم كده كوبين الرمون يشربوه كده عشان يعني ينسوا التعب وعملت لهم شاهي وشربوه طبعا اذا وصلتونا هنا لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم ان شاء الله الفيديوهات الجاية جاية فيديوهات طبخ واشياء حلوة وطبعا هنا رحت اني جبت لحم مفروم بالعادة اني اجيب اللحمة مع دهن وفرومة بالبيت عندي اني مفرمت لحم بس خلاص اني كن مستعقلة وما فيش وقت اني افروم وكده فقط خلاص يعني القزار خلاص اعرفه واشوفه قدامي يعني يتحني اللحمة يتحني فرومة قصدي خلاص وكن يعني قدامي وارجع البيت تقصمه هادي اشي خلي اخلي لو اني مضطر اني اطبخ حاجة بسرعة كنت مستعقلة ما فيش وقت افضل حاجة اني اطبخ اللحمة المفرومة شوفوا كيف افرزني احاول اني لما اجي اقصم اللحمة احاول اني اش افرده بذالشكل بحيث اني اقيت وقت ماشتي استخدمه وخرجه تدوب بسرعة ما تاخدش مني وقت اي حاجة سوى كانت لحمة مفرومة او ملوخية او اي حاجة بتقمدوها بالفريزر بتفرزنوها فرزنوها بهذا الشكل عشان لما تقول تدوبوه تفك معاكم بسرعة خمس دقائق وتفك معاكم ما تاخدش عكس لو ربطت كده زال كرة بتطول عشان تدوب معايا وتفك فهذه الطريقة بسرعة خمس دقائق وتفك معايا ويكون يعني خلاص عملت طبختي سوى كانت مسقعة كباب ايش ما كانت بطبخ باللحمة المفرومة بعد ما خلصت فرزنت كل حاجة وعملت المعمول رح ترتب البيت ورح تحط الكعاك والاشياء اللي عملتها قصد المعمول طبعا باقولوكم حاجة اني شوكولاتة اشتريت شوكولاتة دريم الواح وعملتها بالبيت دوبتها مع اشياء اضفتها طريقتها موجودة بحطركم يا تب صندوق الوصف الاد شوكولاتة بتاكلوها وقدا حلوة انها تعملوها بالبيت شوفوا اني من النوع اقهز كل حاجة يعني اقهز كل حاجة على الطاولة او في اذا ما عندكم شعنة عادي طاولات اكل عادي حطوها في مجلس على طاولات المجلس كده حطوا كل حاجة البسكويت البخور قهزوا كل شي بس لا عليكم تعملوا القهوة او الشاهي او اي حاجة يكون عليكم هذا يقول لكم سهل اي احد دخل عندكم يعني يكون كل شي جاهز طبعا اني شوكولاتة هادي لانه حماء اه اني حطيتها لاني عارفة في احد اقذارنا فهمتوا يعني اني حطيته وفي احد كان قاي وخلاص خليته حطيته ورحت عملت القهوة وقهزته ده الشخص اللي اقاه هو الوحيد يعني وغير كده ما احد اقاه الحمد لله اصحاب البيت هم اكلوا الكعك والشوكولاتة غير كده ما احد اكده بالعافية عليه وطبعا انا عملت اساسا عشان هم يعني عشان هما يقوا كده ويدعوفوا طبعا الصباح اعملهم كده شاهي حليب يأكلونه مع الكعك والبسكوت وهنا شوفوا هذا من العب طلبته طلبته والله اقال لما البيت طلبت كيلو اسمونه بسكوت النشادر فيه بالسادة وفيه بالبرتقال وفيه بقوز الهند انا خدت سادة وخلاص هنا الشوكولاتة طبعا شوكولاتة تقص بالتلاقة وهذا شوفوا كل حاجة بالبوفي حق اهلي قبتم معايا من بيت اهلي بس والله هذا اليوم الفيديو ان شاء الله يكون عقبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم